شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صحيح على محمد وآله محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول عالم الآخرة وقد تحدثنا في الحلقة الأولى حول لحظات الاحتضار وفي الحلقة الثانية حول الموت وحقيقته وفي الحلقة الثالثة حول تجسيد الأعمال بعد الموت أما في هذه الليلة فنتحدث بإذن الله تعالى حول مسار كل من البدن والروح بعد الموت هناك مسار خاص للبدن بعد الموت ومسار آخر ومسار آخر للروح بعد الموت أما مسار البدن فهو واضح هذا البدن الذي نهتم به ونعتني به ونقضي معظم عمرنا من أجله من أجله إحنا إذا نفكر من بداية أن بدأنا الحركة وإلى هذا اليوم معظم حمنا ومعظم جهدنا ومعظم جهدنا ومعظم جهدنا في أي اتجاه في اتجاه لهذا البدن التراب نركض في كل يوم لهذا البدن ولشؤون هذا البدن إذا حدث هنالك طارق وعرض هنالك عارض لهذا البدن نتألم أيما تألم هذا البدن التراب الذي نبذل معظم حياتنا لأجله هذا نهايته التلاشي والفناء بعض العلماء ذكروا لعلهم أثروا على رواية ولعله اجتهاد ولعله احتمال يقولون لماذا تقام الفواتح على هذا الناحو يقولون البدن عندما يوضع في القابر الروح تعود إليه في يوم سابع الموت فترى البدن في تلك الحالة المذكورة في الكتب العلمية فتتألم الروح جدا لأن هذه الروح لها علاقة بهذا البدن هناك رابطة عميقة بين هذه الروح وهذا البدن فعندما فعندما تشاهد البدن بهذه الحالة وبهذا الوضع الذي لا يطاق جدا تتألم فتقام الفاتحة من قبل ذو الميت جبرا لخاطر هذه الروح وتعود إلى هذا البدن في يوم الأربعين وتفجع هذه الروح بمنظر أشد فتقام الفاتحة وتأتي هذه الروح بعد مرور عام وتتألم أشد تألم بعد أمل ماكو هذا مثل أنتوا عدكم علاقة ببيتكم البيت اللي عشت فيه مدة طويلة عدكم علاقة بهذا البيت إذا حدث هنالك حادث ورأيتم أن هذا البيت يتهدم حجرا حجرا كيف تتألم علاقة الروح بالبدن أشد من علاقة الفرد ببيته ولذلك تقام الفاتحة أيضا بعد مرور عام ثم الروح بعد تفقد الأمل بهذا البدن الترابي وتذهب إلى سبيلها كان بعض العلماء يقول إن سبب إقامة الفاتحة في هذه الأيام هو هذا هذا هو مسار البدن الترابي وأما الروح الشيء الذي يظهر من بعض الأخبار ولعل هذه الأخبار تلقي الضوء على كثير من الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة الشيء اللي يظهر من بعض الروايات أن الروح تتعلق بالبدن المثالي بالقوالب المثالية في بحث الأبدان المثالية والقوالب المثالية هناك عدة مباحث المبحث الأول ما هو البدن المثالي البحث الثاني هل الأدلة التي تدل على وجود الأبدان المثالية بعد الموت وتعلق الأرواح بهذه الأبدان هل هي روايات وأدلة معتبرة أم لا البحث الثالث هل مآل القول بتعلق الأرواح بالأبدان المثالية هل مآله إلى نظرية التناسخ المرفوضة أو أن هناك فرقا بين الأمرين البحث الرابع لماذا تتعلق الأرواح بالأبدان المثالية البحث الخامس إلى متى يمتد هذا التعلق البحث الأخير هل هل هناك النظير لهذا التعلق في هذه النشأة هذه مباحث تتعلق بقضية الأبدان المثالية نتعرض إلى هذه البحوث بإذن الله على نحو الإجمال البحث الأول ما هي الأبدان المثالية الشيء الذي ربما يظهر من بعض الروايات أن الأبدان المثالية عبارة عن أبدان لطيفة تقع في المنطقة الوسطى بين الأبدان الكثيفة وبين المجردات أو المجرد المجرد له حالة معينة يعيش فوق المكان ويعيش فوق الزمان وهل هناك مجرد أو هناك مجردات هذا بحث نكله إلى محله وهناك أبدان كثيفة الأبدان الكثيفة مثل هذا الجدار هناك مرحلة متوسطة بين حالة التجرد وبين حالة الأبدان الكثيفة لعله يظهر من الروايات أن الأبدان المثالية لها هذه الحالة تلتقي فيما بين بعضها في الهواء لها حالة طيران أو شبه طيران هذه حالة بدن لطيف هذه الأبدان لا نشاهدها لأنها لطيفة الذين يملكون العيون الماورائية يشاهدون تلك الأبدان أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تلك الرواية شاهد تلك الأبدان على ما أتذكر ولكن نحن لأن عيوننا لا ترى إلا الأشياء الكثيفة لا نشاهد هذه الأبدان الأموات يأتون إلى الأحياء في كل أسبوع مرة أو أقل أو أكثر باختلاف فضائلهم كما في الرواية الميت يأتي ويأتي إلى دارك ولكن لا تراح لماذا؟ لأنه في قالب مثالي لطيف هذا هو المبحث الأول المبحث الثاني هل هناك دليل معتبر على تعلق الأرواح بالأبدان المثالية العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه يقول إن الأخبار الواردة في تعلق الأرواح بالأبدان المثالية أخبار مستفيدة فلا محيص عن القول بها هذا المطلب يذكره في بحار الأنوار وأيضا في كتاب مرآة العقول مضافاً إلى هذه القضية التي يذكرها بعض هذه الروايات روايات معتبره مثلاً مثلاً لاحظوا هذه الرواية الرواية منقولة في بحار الأنوار في المجلد السادس صفحة ميتين ثمانية وستين ينقل هذه الرواية عن الكافي للمحدث الكلين رحمة الله تعالى عليه المحدث الكلين ينقل هذه الرواية عن علي بن إبراهيم القم صاحب التفسير الذي هو من الثقات المعروفين علي بن إبراهيم ينقل الرواية عن أبيه إبراهيم ابن هاشم وإبراهيم بن هاشم إما ثقة على المختار وإما ممدوح فعلى كل التقديرين تكون رواياته معتبره عن الحسن بن محبوب هذا من الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في منظومته يقول ثم بن محبوب كذا محمد كذا كعبد الله ثم أحمد عن أبي ولاد الحناط ثقة جليل القدر فهذه الرواية رواية معتبره عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام أبي معروفة معروفة في تلك البرهة قَالَ الطيور حول العرش أو تدور أو تدور حول العرش المؤمن أكرم من ذلك لكن في أبدان كأبدانه هذه الروح بعد أن تفارق هذا البدن الله تعالى يخلق أو خلق بدنا لطيفا مثل هذا البدن بالضبط ظاهر المثلية أنه مثله بالضبط أو مثله بنحو عام وهذه الروح تتعلق بذلك البدن المثالي أو تحل في ذلك البدن المثالي هذه رواية هناك رواية أخرى أيضا ينقلها عن الكافي وسندها موثق وينتهي إلى أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل الطير خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش فقال الله قلت فَأَيْنَهِيَا قَالَ فِي رَوْضَةٍ كَهَيْئَةِ الْأَجْسَادِ في الجنة فإذن هذا الموضوع تدل عليه بعض الروايات المعتبر المبحث الثالث هل مآل القول بتعلق الأرواح بالأبدان المثالية إلى نظرية التناسخ نظرية التناسخ نظرية مرفوضة ونظرية باطلة ولعلنا نتحدث حولها في أحاديث قادمة إن شاء الله إجمال هذه النظرية التي ذهب إليها مجموعة من الفلاسفة فلاسفة الهند وغيرهم لعله أن الأرواح عندما تغادر هذه الأبدان تتعلق بأبدان أخرى طبعا هم هذه النظرية تبتني على مقولتين المقولة الأولى أن الأرواح قديمة المقولة الثانية إنه لا يوجد هناك نار ولا جنة ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب الفخر الرازي في بعض كتبه يقول إنما كفر القائلون بالتناسخ من أجل هذا الإنكار يعني هذان الشيئان يحفان بهذه النظرية الأرواح قديمة ولا يوجد هناك كما قال أبو سفيان فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار في الرواية المعروفة بغض النظر عن هاتين القضيتين المكتنفتين بنظرية التناسخ هؤلاء يعتقدون أنه إذا واحد مات روحه تخرج من هذا البدن فتحل في هذه النشأة دققوا في هذه الكلمة تحل في هذه النشأة في قالب بشري أو حيواني أو نباتي أو جمادي واحد عندما يموت الروح فارقت البدن أكو هناك نطفة في رحم امرأة تأتي هذه الروح وتتعلق بتلك النطفة بعدين بعدين ذاك عندما يكبر وينمو هذا منه وفي واقعه هو الإنسان القديم لكنه في هيئة جديدة أو تذهب إلى نطفة حيوان النطفة تنعقت الآن صار وقت إفاضة الروح على تلك النطفة الحيوانية هذه الروح الإنسانية تأتي وتتعلق بالنطفة الحيوانية فهذا الحيوان هو في واقعه ذلك الإنسان لعله هذا النوع من العقوبة أو نوع من التكريم باختلاف الحالات أو تذهب هذه الروح بعد انفصالها عن البدن وتتعلق بخلية نباتية وتتحول إلى ذلك النبات أو تذهب وتحل في جماد هذه هي نظرية التناسخ إذا تعلقت بإنسان يقولون لها عملية النسخ وإذا تعلقت بحيوان يقال لها عملية المسخ وإذا تعلقت هذا المسخ غير المسخ الموجود في القرآن الكريم لأن لا يحل في بدن آخر في نفس ذلك البدن هذا يتحول إلى بدن آخر وإذا حل في نبات فهذه يقال لها عملية الفسخ وإذا حل في جماد فهذه يقال لها عملية الرسخ هذه أربع عمليات تذهب إليها نظرية التناسخ النسخ والمسخ والفسخ والرسخ النقطة المحورية بغض النظر عما يكتنف بنظرية التناسخ مما كفروا لأجلها أن الروح تتعلق ببدن ضمن هذه النشأ وضمن المعادلات الطبيعية المادية ولكن مقولة الأرواح المثالية هذا البدن عندما تفارقه الروح الروح تذهب إلى نشأة ثانية مو في هذه النشأة في تلك النشأة الثانية تتعلق بقالب مثالي فإذن في الواقع هناك بون بعيد فيما بين النظريتين البحث الرابع لماذا هذا التعلق؟ لماذا الروح تتعلق ببدن مثالي؟ لم أجد لذلك جوابا صريحا ولكن لعله يستظهر من بعض الكلمات في الأخبار نحن آلامنا ولذائذنا لها طريقان الطريق الأول الطريق الأول الطريق الروح المباشر العلم لذة مباشرة الروح عندما تشعر أنها روح عالمة عندما تحلون معادلة رياضية معقدة الروح تشعر بالابتهاج لذلك ذلك الرجل خرج من الحمام وهو يقول وَجَدْتُهَا وَجَدْتُهَا هذه بهجة حل معادلة علمي أحد علمائنا كان الليالي لا ينام مكبّا على علومه وعلى مطالعاته وعندما كان يحل مشكلة علمية كان يقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة شنو لذة المولك شنو لذة المال شنو لذة الطعام والشراب العلماء الذين يدركون لذة العلم لا يهتمون بهذه اللذات أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة لو عرفوها لقاتلونا عليها مثل إحنا نشوف الأطفال يلعبون بالملاعي نستخرط عملهم لذة العبادة أية لذة لذة معرفة الله سبحانه وتعالى أية لذة لذة حب الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله أية لذة هذا الطريق الأول طريق الروح المباشر إلى هذه اللذات أكو هناك لذات هي في واقعها للروح ولكنها عبر هذه الأدوات واحد يأكل الطعام مرتبة وإن كانت دانية من مراتب اللذة ولكن طريق الروح إلى هذه اللذة الفم مثلا والذوق عندما تسمعون تلاوة القرآن تلتذون بذلك بهذا النمط عندما ترون المناظر اللطيفة الروح هي التي تلتذ وإلا العين لا تلتذ الروح تلتذ ولكن عبر هذا المنثل فإذن لذاتنا بعضها يكون بطريقة مباشرة حتى إذا فرضت رجلا معلقا كما فرضه ابن سينا أو الفارابي الرجل المعلق في الفراغ اللي يعلم بوجود نفسه ووجود مبدأه ولكن هناك لذات للروح تتوقف على الآلات البدنية كذلك الآلام الآلام عندنا آلام مباشرة واحد يفكر في شيء فيتألم وعدنا آلام عن طريق البدن مثل التعذيب للبعثيين كانوا يعذبون الأبرياء والمؤمنين في معتقلاتهم هذا التعذيب للروح عن طريق البدن جيد هذه الروح ذهبت إلى تلك النشأ الروح المؤمنة لها لذات معنوية ولكن كرم الله وجود الله يريد أن لا يقطع عن هذه الروح إلا الذات المادية أيضا فإذن بهذا البدن المثالي الروح تلتذ ولعله يشير إلى هذا الجواب هذه الرواية المذكورة الرواية تقول عن أرواح المؤمنين فقال في حجرات في الجنة إن شاء الله يأتي البحث أن هذه أي جنة جنة الدنيا أو جنة الآخرة هذه جنة الدنيا يأكلون من طعامها كيف يأكلون لعله عبر هذا البدن المثالي ويشربون من شرابها الرواية منقولة عن الكافية الشريف ويقولون ربنا أقم لنا الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا وألحق آخرنا بأولنا يأكلون وكذلك الآلام الرجل الطالح الفرد الطالح عندما يموت نوعيا من الألم عنده الألم الأول ألم مواجهة الحقيقة ألم التفريط أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله هذا الألم الكبير هذا ألم مباشر الألم الثاني ألم للروح أيضا عبر الحيات والعقار تعذيب الآخر للأفراد الطالحين لعله والله أعلم بحقيقة الحال هذا هو البحث الرابع البحث الخامس إلى متى يستمر هذا التعلق الجواب هذا التعلق يستمر إلى قيام القيامة الكبرى فإذا قامت القيامة الكبرى الأبدان الأصلية هاي أبدان الفعلية تعود من جديد السماء تمطر الله سبحانه وتعالى يجمع الأجزاء فتنبت الأجزاء من جديد أو تجمع من جديد وعند ذلك تعود هذه الروح من هذا البدن المثالي إلى ذلك البدن الترابي البحث الأخير هل يوجد هناك نظير في هذه النشأة وضمن معادلات هذه النشأة للأبدان المثالية العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه لا يستبعد أن يكون هناك النظير في هذه النشأة وهو عالم المنا الروح عندما تخرج من هذا البدن في حالة النوم الروح تنطلق في الآفاق هذا له تفصيل أيضا وتذهب إلى آفاق جديدة لماذا تذهب هذا بحث يأتي في محله إن شاء الله هذه الروح تدخل في قالب مثالية ولذلك أنتوا عندما ترون الميت في عالم الرؤية ترون ترون هو الميت يعني النفس الميت الذي رأيتموه في عالم اليقظة ترونه في عالم المنا بنفس بنفس الهيئة ونفس الهيكل والمقدار والطول والعرض كيف ترون هل ترون الروح الجواب كلا وإنما ترون القالب المثالي الذي حلت فيه تلك الروح هذا باختصار البحث حول مسار البدن الذي ذكرناه ومسار الروح الذي تضمنته هذه الروايات في الحديث القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نذكر منزلا من منازل الآخرة مهولا وقد كثرت الروايات حول ذلك وهذا المنزل هو القبر الروايات الواردة في القبر كثيرة جدا ويجدر ويجدر بنا أن نقرأ تلك الروايات ونطالعها نحن نكتفي بعرض بعض الروايات الامام الامام الكاظم صلوات الله عليه وقف أو كان أو نظر إلى قبر وقال إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله الدنيا اللي نهايته هذا جدا هذه الدنيا حقيرة ويجدر بالفطن أن يزهد في أوله إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره الآخر اللي هذا أوله جدا هذه مخوفة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه إن للقبر كلاما في كل يوم يعني كل قبر أو قبر كل فرد احتمالا أكو هناك فدحفرة بعيدة إحنا من يوم أن ولدنا دا نركض باتجاه تلك الحفرة وكل لحظة تمضي نقترب إلى تلك الحفرة إذا كانت هناك حفرة أما إذا أكلنا حوت فتكون تلك هي الحفرة إن للقبر كلاما في كل يوم يقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود أنا القبر قال يقول دخلت إلى الداخل وودعت أبي الوداع الذي لا لقاء بعده في هذه النشاء يقول بعدين لاحظت في القبر أكو ثقوب فتعجبت أنه هذه الثقوب ما هي فظننت إجي في بالي أن هذه الخشبة اللي عد حفاري القبور مثلا وضعوها من جانبها الثاني أداة المسحات يمكن وضعوها من جانبها الثاني وهذا أثر تلك الخشبة بعدين شفت عدة أماكن يوجد مثل هذا الثق بعدين نظرت إلى جدران القبر شفت أيضا فيها بعض هذه الثقوب فتعجبت يقول طلعت من القبر وسألت الحفارين شنو هذه الثقوب قالوا هناك توجد زواحف في الأرض وهذه ثقوبها نحن بمجرد ما نهيل التراب هذه الزواحف تهاجم الميت وتأكل شيئا فشيئا يعني يقول في بعض الأحيان قبل ما نهيل التراب بعد ما نطلع تهاجم الميت ونحن نراها وكان يقول أول نقطة هذه الزواحف تهاجمها عين الميت هذه العين اللي عزيزة عندنا هذه الزواحف تجي وتأكل هذه العين أنا بيت الغربة أنا بيت الوحش أنا بيت الدود الديدان الزواحف لعل الأراضي تختلف في ذلك تجي وتمزق هذا الميت قطعة قطعة الرواية الأخرى كنا في محضر النبي لعل هذه الرواية منقول بالألفاظ التقريبية كنا في محضر النبي صلى الله عليه وآله إذ وقع بصره على جماعة اجتمعوا فسأل صلى الله عليه وآله ما بالهم قد تجمعوا قالوا اجتمعوا يحفرون قبرا فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله بالقبر أسرع نحوه حتى وصله وجلس على ركبتيه إلى جانب القبر وَأَخَذَ يَبْكِي من قول بألفاظها التقريبية نادى أمه بعد موتها كلميني يا أمه له قضية قضية موت مريم الطاهرة له قضية مطولة وكيف ماتت وكيف وجدها المسيح ميتة قال كلميني يا أمه هل ترغبين في العودة إلى دار الدنيا إلى دار العناء والابتلاء والمشاكل قالت بلى لأصلي لله تعالى في ليل شاتي يعني بارد وأصوم له في نهار قائض يعني حار أي بني إن هذا الطريق مخوف هائل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنا رت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي هدي ينير الدرب بالومضات هدي 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 اشتركوا في القناة